السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسلم كله يسمعني. اهلا وسلم صفاء من قناة يوتيوب. اهه. اللي يسمعنا لو مره عجل الفيديو. ما ينسى اشتركوا في عالينا الجرس. كلمة تطلح في الازعاء المدرسية عن شهداء الوطن. اه فقط هتغير اسم البلد. انا كتبت هنا عن العراق. شهداء العراق. ممكن تغير اسم البلد. اه وتكتب اي بلد اه اخر. يعني البلد اللي انت فيه تكتب عنه. اه ايها ايها الحضور الكريم. نجتمع اليوم لنحيي ذكرى شهداء العراق. وليك الرجال والنساء الذين اضحوا بارواحهم في سبيل الوطن. ودفاعنا عن حريته وكرمته. شهداء العراق هم رمز للتضحية والاخلاص. لقد بذلوا ارواحهم رخصة في سبيل حماية بلدهم من الظلم والعدوان. تاركين خلفهم عائلات واحباء. هاملين معهم مشار الفخر والاعتزاز. بضحياتهم النبيلة. شهداء العراق هم ضحايا الحروب والصراعات. لقد عاشوا في زمن عصيب واجهوا فيه الكثير من التحديات والمخاطر. لكنهم لم يستسلموا بل يصمتوا بكل بسالة وعزيمة. بسالة وعزيمة. حتى نالوا الشهادة في سبيل الله والوطن. شهداء العراق هم نور يضيء ضرب المستقبل. لقد بنوا لنا حاضرا افضل وفتح لنا ابواب الامل للمستقبل الاكثر اشراقا. واجبنا اليوم ان نحفظ ذكراهم خالدتا في قلوبنا. وانا استمر في العمل من عجل تحقيق اهدافهم. علينا ان نكمل مسيراتهم ونبني عراقا مزدهرا يسود في الامن والسلام والعدالة. وفي الختام نكرم ارواح شهداء العراق ونصلي من اجل ان يرحموا من الله ويسكنهم في الصحة جناته. ويقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبان الذين قدروا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. وشكرا لكم. اه مثل ما قلت في البداية اتغير اس اسم البلد العراق هتغيرها لو انت مسلا من مصر هتب شهداء مصر. لو من الجزار هتب شهداء الجزارة لو من سورة شهداء الجزارة اه شهداء سوريا وهكذا. يعني العراق هتغيرينا شهداء العراق. العراق. نبني عراقا. ممكن نقول نبني وطننا. نبني وطننا عفوا نبني وطننا مزدهرا شهداء العراق. شكرا جزيلا من الحسن الاستماعات ومتفرعت الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة.